السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي اهلا بكم ومرحبا في قناتي وقناة كوني الاجمل معلولو النهاردة يا بنات اقدم لكم فيديو جديد ومختلف وحلو قوي هقول لكم على سر الناس يا حبايبي اللي شعراها صحي ولامع وازاي كمان بيحافظوا عليه من التساقط بقى ومن الفرد اللي بيستعمله والجفاف اللي بيحصل للشعر ونتيجة كمان التعرض للصبغات اللي احنا بنعملها فان شاء الله هقولك ازاي على الاسرار بقى اللي تقدري بيها تحافظي على الشعراية من كل المشاكل دي بس اتمنى النهاردة يا حبايب قلبي قبل ما ابدأ في فيديو النهاردة ما تنسوش بقى تدعموا قناتي بلايك حلو كده وتشتركوا عندي في القناة وتفعلوا زر الجرس يا حبايب قلبي ويلا تعالوا بينا نشوف انا هقولكم على النصايح النهاردة في الفيديو هيكون فيها ايه واتمنى ان انتو تعملوا بيها واتطبقوها لان بجد هتفتكم جدا وهتحافظ على صحة الشعر عندكم وشعركم ان شاء الله هيبقى لامع جدا وقوي وبيطول بصورة طبيعية فيلا بينا يا بنات تعالوا نبدأ مع بعض الفيديو فالنهاردة يا حبايبي كده ان شاء الله هقولكو على زي ما انا قلتلكو اهم الاسرار اللي تقدروا من خلالها تهتموا بالشعراية بتاعتكو تخلوها تبقى نعمة وتطول وبيكون صحي كده ولامع زي ما انا قلتلكو اول حاجة من الحاجات دي يا حبايبي ورقم واحد عدد مرات استعمالنا للشامبو طبعا احنا عارفين بيبقى ثلاث مرات في الاسبوع ده كده لو شعرك هيكون دهني فلازم تبقى عارفة نوع شعرك لان عشان لو شعرك جافي امر هتركزي كده معي هتبقى هي كفاية مرة واحدة بس في الاسبوع تقدري ان انت تستعملي الشامبو يكون مرة واحدة بس في الاسبوع لكن كترك استخدامك بقى للشامبو كتر استخدامنا للشامبو او للشعر الجاف ده هيخليه لو انت شعر الجاف وقترت من استعمال الشامبو هيخلي عندي الجفاف جامج جدا للشعراية وفي حاجة بقى كمان يا حبايبي حابة اقولكو عليها لما تيجوا تنشفوا شعركم يريد يكون التنشيف بفوطة نعمة او بالفوطة اللي هي المايكروفايبر حلوة جدا يا بنات بتنشف الشعراية كده بطريقة جميلة وبتخلي شعرك كده مش مبلول لان البلل ده بيقصر وبيضعف الشعراية جدا وكمان عندنا من وسائل كمان التنشيف ان انت لو عندك سشوار يريد تستخدميه على البارد ما يكونش سخنة ابدا عشان ما يقصرش في الشعراية ويقصرها ويبتدي ان هو يتلف الشعراية معاك فيريد تركزي في كل نقطة انا بقولك عليها لان الحاجات دي بجد لو عملتيها هتفرق معاك مليون في المية ان شاء الله في الشعر عندك هتخليه لامع وصحي وهتخليه كده يطول بشكل حلو جدا وبشكل كبير وزي ما انا قلت لكم يا حبيبي ان افضل حاجة لغسيل الشعر هو الشامبو مش البلسم وطبعا الشامبو هتستخدميه 3 مرات في الاسبوع ولو حابة تستخدمي بالسم بعد الشامبو هي مرة واحدة بس في الاسبوع وبالنسبة كمان يا امراض لحمام الكريم هيكون مرة واحدة في الاسبوع وفيه بنات بتحب تعمل حمام زيت على شعرها هيكون برضو هو يعني اكتر حاجة لك هي مرة واحدة وفيه عندنا انواع زيوت يا بنات طبيعية وحلوة جدا زي زيت بزور العنب زيت الافوكادو زيت الججوبة عندنا زيت اللي هو الزتون البكر يكون اصلي حلو جدا وطبعا انا قلت لكم بالنسبة لحمامات الكريم فيه انواع حلوة اوي هقول لكم عليها فيه انواع كتير لكن رقم واحد بقى فيها اللي هو فيه حمام كريم استعملته كان اسمه جي كي حلوة اوي يا بنات هو غالي شوية بس فعلا بيعني نتيجته واثره حلو جدا على الشعر وفيه عندنا برضو حمام كريم اسمه نواة البلح وفيه حمام كريم اسمه نجلة يعني شوية حمامات كريم حلوة اوي للشعر لازم تكوني بتختاري حمام الكريم يكون حلو عشان يديكي برضو نتيجة حلوة وبالنسبة بقى للمية كمان اللي هتخسلي بيها شعرك لازم تكون المية دي فترة مستخنة احنا عارفين ان المية السخنة بتكسر الشعراية وبتخليها تقصف فابعادي خالص عنها عشان يعني ايه يبقى شعرك كده كويس وتحاولي على قدر الامكان انك تحافظ عليه تمام وفيه كمان يا بنات ناس كتير عايشة طبعا ومسافرة لدول الخليج زي الامارات والكويت والسعودية هناك المية اللي بتنزل عندهم الحنفيات دي مية فيها كمية املح عالية جدا المية دي يا ريت البنات اللي قاعدة هناك ومسافرة تحاول على قد ما تقدر تستخدم اللي هي المية المعدنية او اللي هي المية اللي نزلة من الفلتر لان استعمالك للمية وفيه حاجة يا بنات مهمة جدا لو طبقتوها على الشعرية هتأثر معاكو تأثير حلو جدا وهي الحنة البلدي بجد اللي بتجاب من عند اي عطار بس اهم حاجة تكوني واسقة فيه الحنة دي يا بنات بتنعم وبترطب الشعر وبتخليه بقى متغزي حلوة قوي وبتساعد ان هو يطول فاهم حاجة في الحنة كمان اما تيجي تعمليها انا كنت عاملة حلقة على الحنة يعني في القناة عندي ياريت تشوفيها طريقة الحنة اما بتيجي تعمليها بتسيبيها منقوعة للا كاملة او اقل حاجة خالص لو نويا ان انت يعني عايز تعملي حنة وتحطيها على شعر بتتبقيها اقل حاجة ان انت تبقي نقعيها او مخمرها 12 ساعة بصوا بتبقى فيها فوائد رهيبة جدا فبجد لو انتوا اتبعتوا واظبتوا على الحنة هتقوي شعركوا وفيه حاجة كمان البنات اللي بتحب تعمل الضفيرة او تدفر شعر بنتها ياريت الدفيرة ما تكونش مشدودة اوي وتكون ديقة خل الدفيرة كده تكون مرتاحة ووسعة او وفيها كده يعني الحلقات بتاعتها واسعة عشان ما تبقي شد الشعر اوي شد الشعر ده يا بنات بيخلي الشعراء يتقصر وتأصف فكل الحاجات دي انا بحاول افتكر معاكو كده وانا في الفيديو عشان الحاجات دي بتأصر تأثير سلبي جدا على الشعر وفيه برضو وصفة حلوة انا كنت عاملاها في القناة انت تجيبي معلقة خل على كوباية مية وتبدأ ان انت تشتفي بيهم شعرك وتسيبيهم لمدة عشر دقايق الوصفة دي بتعمليها كل 15 يوم اي بقى ترصبات في الشعر نتيجة بقى سباغات ونتيجة فرد ونتيجة اي كيمويات اتعرض لها الشعر الخل ده يا بنات بيقدر يخلصكو بصورة سريعة من الترصبات اللي موجودة على الشعراية فكل الحاجات دي ياريت تاخدوا بالكم منها يا بنات وبجد لو عملتوها هتأثر على صحة الشعر هتخليه لامع وصحي وهتقدر ان انت يعني تبقي كده مبسوطة ان شاء الله بصحة شعرك اتمنى يا بنات ان فيديو النهاردة يكون مفيد لكم واستنوني بقى في وصفة جديدة من قناتي قناة كوني الأجمل